مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب حريص على تقديم وتنويع الخدمات اللي بتقدم لعضاء النادي عضاء الجمعية العمومية في كافة مقار النادي الأهلي أو فروعه المختلفة بنتكلم عن مجمع البنوك في الشيخ زايد والتوقيع على العقود مع ثلاثة من أكبر وأهم المؤسسات المصرفية في مصر بنتكلم عن عدد من البنوك المهمة وأصحاب الخبرات الكبيرة في هذا المجال اللي تم توقيع العقود بينهم وبين النادي الأهلي وبين المسؤولين في الإدارات المالية للنادي وتم توقيع العقود مع عدد من البنوك منها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنتكلم طبعا هنا عن الفرع الجديد في الشيخ زايد للبنك طبعا لبنك مصر وده كان بعد المزايدة اللي تم إجراءها في الفترة الماضية واستقر الأمر على أن تحصل عدد من البنوك الأكبر والأكثر تأثيرا على الإطلاق في المجال المصرفي في مصر على هذا الامتياز بتقديم هذه الخدمة لأعضاء النادي الأهلي قام بالتوقيع عن النادي الأهلي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي في حضور الأستاذ عماد حلمي المدير المالي ووقع مسؤوله بنك مصر على العقود في حضور الأستاذ عادل عبداللطيف رئيس قطاع الفروع وعدد من المسؤولين طبعا في الجانبين المالي والقانوني وفي نفس هذا الإطار أوضح العميد مرجان أن النادي الأهلي كان أعلن في وقت سابق عن مزايدة فاز بها ثلاثة من أكبر البنوك الوطنية البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة لمدة عشر سنوات وعبر الأستاذ عادل عبداللطيف رئيس قطاع الفروع في بنك مصر عن اعتزاز إدارة البنك بالتعاون المثمر مع النادي الأهلي وأن تستمر هذه الشراكة بتقديم وسعي البنك نحو تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية لها أعضاء النادي الأهلي طبعا زي ما قلنا لحضراتكم الخدمات في اتجاهات مختلفة وبيتم تنويع الخدمات اللي بتقدم لأعضاء الجامعية العمومية وحريص النادي الأهلي ومجلس إدارته والمسؤولين في النادي على أن تكون كل الخدمات في كل القطاعات على نفس الدرجة من التميز وأنها تكون الأفضل على الإطلاق مقارنة بما يقدم في كل الأندية المصرية وشدد الأستاذ عماد عبداللطيف أيضا على أن البنك سيسعى لتقديم حزمة من الخدمات المصرفية اللي بتتيح خيارات وبدائل كثيرة للأعضاء وتمنى أن يستمر التعاون بين الأهلي وبنك مصري في كافة المجالات